اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة العسل ده برضو تقريبا سنة ونص تقريبا الحمد لله يعني محافظة عليهم ومبسوطة بهم جدا وهم تربيتهم جميلة جدا من الناحية الدينية زي ما احنا عارفين مفيش اي يعني حاجة تمنعنا ان احنا نربي قطط الحمد لله يعني وهم كائنات نظيفة جدا زي ما انتوا شايفين كده القطة عمالة حمي نفسها بتعمل الموضوع ده تقريبا ست مرات في اليوم هحاول اقول لكم كل المعلومات اللي اقدر عليها واللي تساعدكم لو انتوا بتفكروا تربوا قطط او لسه جايبين قطة جديد يعني اللي جايب قطة جديد ومش عارف معلومات عنها الفيديو ده هيساعدوا جدا اول حاجة للناس اللي بتفكر تربي بس لسه ما جبتش انا بس عايزة اقول لكم نصيح القطط دي كائن حي بيتنفس وهتتحاسب عليه ماينفعش ان انت تكون جايبه بهدف اللعب او هدف تسليت اولادك وفي الاخر تتضرب او تتهان او يحصل فيها اي تصرف يوجعها وانت هتتحاسب عليه من ربنا فاحنا لازم نبقى عارفين حاجة زي كده كويس القطط مش كائنات مش لعبة فرو تجيبها اللي عايز يقرسها اللي عايز يعضها اللي عايز يضربها اللي عايز يربط حاجة في رقبتها ويجرها بيا الكلام اللي بيحصل ده ده غلط تماما فمن البداية كده قبل ما نشتري قطة لأ هي مش حاجة لللعبة هي كائن انت بتتبنى كائن حي بتاخد فيه سواب كبير طبعا لوجوده في بيتك لانك انت بتأكله وبتشرابه وبتحميه كمان من عوامل البرد وانه هو يبقى في الشارع وعامة القطط الشرازي الجينات بتاعتها ما بتسمح ليش ان هي تعيش زي القطط البلدي في الشارع القطط دي يعني ربنا خلقها بجينات ان هي تتعيش في البيت وهي كائنات أليفة جدا والمعلومة بتاعت ان القطط غدارة القطط ممكن تخربش لأسباب غير معروفة القطط ممكن تعض الكلام ده مش حقيقي القطط مش بتأذي غير لو هي خايفة من اللي قدامها لو خافت من اللي قدامها ممكن فعلا تأذي انا بحاول اوريكم القطط يعني وإحنا بنتكلم عشان خاطر يعني تتفرجوا عليها وتشوفوا حركتها وتشوفوا ان هي مفيش اي حركة من اللي بتعملها فيها اي قزة خالص يعني وإحنا هو بنصور الفيديو محدش شاف القططة عملت اي حاجة تخلينا نخاف او نقلق منها كده احنا قلنا اول معلومة بتاعت ان هي كائن حي ما ينفعش نجيبه عشان نبهدله هو كائن بنتعامل معاه على انه طفل صغير معنا في الجيد بس طفل ما بيجبرش يعني هي دي النقطة اللي لازم نبقى عارفنا القطط كائنات اطفال اطفال صغنانة جدا اطفال ما بتجبرش هتفضل على طول محتاجة منك ان انت تأكلها وتشربها وتراعيها ايه الاكل اللي انا ممكن اأكله للقطة طبعا يفضل 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 الاكل الفراش بمعنى ان احنا هنلاقي عندنا نوعين من الاكل ممكن نعتمد عليهم للقطة الدراي فود وكمان فيه الفراش فود اللي هو الاكل اللي ممكن احنا نعمله لها طبعا الاصح للقطة الاكل اللي احنا ممكن نعمله لها بس بشرط ان الاكل ده ما يكونش فيه اي توابل خالص ولا ملح ولا سكر ولا كلام من ده الحاجات دي بتدر بصحة القطط الصح يعني ان احنا لما نأكلها نعمل لها الاكل قبل ممكن اكل زي اللي احنا بنأكله بس قبل ما نحط الملح فيه نحطه لها القطط زي البني قدمين بالزبط ممكن تكون بتحب اصناف الاكل وبتكره اصناف طبعا فكرة ان انا جوّعها عشان تضطر تكل الصنف اللي انا عايزها تاكله ده ده انا فكرة انا شخصيا ما بحباش لان حرام ان انا انت تخيل انت كائن كده حد بيجوّعك عشان يكبرك تاكل اكله مش على مزاجك هي القطط طبيعتها كده يعني القطط طبيعتها زي البني قدمين يعني انا عندي القطط بتاعتي دي ما بيحبوش السمك معين اللي معروف عن القطط ان هم بيأكلوا سمك وعامتا اكل السمك للقطط مش مستحبة قوي يعني يقال ان احنا عشان نأكل القطط سمك كفاية قوي عليها يوم في الاسبوع لانه بيتسبب في مشاكل صحية اليوم يعني السمك اكله مش مفيد للقطط زي ما الناس متخيلة طيب ممكن نأكلها ايه؟ الفراخ المسلوقة وجبة مثالية جدا 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 للقطط فراخ مسلوقة بدون اي توابل ولا ملح ايه تاني ممكن نأكله لها؟ الجبنة الجبنة النستو دي برضو من الاكلات اللطيفة جدا اللي ممكن نأكلها للقطط طيب ايه تاني ممكن نأكله لها؟ السريلاك السريلاك من الاكلات اللي هتبقى مناسبة جدا للقطط وما فيش اي اضرار صحية منه خالص بالعكس لما تبقي شكة ان القط بتاعك او القط بتاعك تعبان او في حاجة افضل وجبة ريه هي وجبة السريلاك اللبن مش مستحب للقطط يستحب انه هو يتخفف عشان نقدر نشربهم لبن الزبادي افضل من اللبن بكتير فاحنا لو نقدر نأكلهم زبادي يبقى الزبادي افضل من اللبن طيب ايه تاني ممكن من الاكلات اللي نأكلها للقطط ومش تضرهم؟ في بعض الخضروات المسلوقة زي البطاطس البطاطس تتسلق وتتهرس ونحطها لهم برضو البطاطس من غير ملح طيب ايه تاني ممكن نبعد بقى عنه عن القطط يعني ما نأكلوش للقطط اللانشون الحاجات اللي فيها توابل اللحوم المصنعة السجوء الحاجات بقى للناس متخيلة ان دي تنفع للقطط يعني اللحوم اللي هي المصنعة اللي موجودة زي انواع اللانشون بانواعهم ده خطر جدا على القطط وبيسبب لهم مشاكل في معدتهم في حاجات كده يعني انا بقول لكم عليها دي ابعدوا عنها تماما غلط يعني اي حاجة داخلها بصل داخلها توم ما تنفعش للقطط خالص تبعدوا عنها تماما ممكن اباكتب لكم بالتفصيل ايه الحاجات اللي تنفع للقطط وايه الحاجات اللي ممنوعة عشان اساعدكو اكتر طيب بالنسبة لطباع القطط فيه سؤال شائع جدا 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 بيتكلم عن انا ليه قطتي مش بتقرب مني كتير انا ليه قطتي مش بتحضني زي القطط اللي في الفيديوهات انا ليه كذا يا جماعة القطط اطبع يعني ممكن قطة تكون من اللي بتحب ان انت تعودي التطبيع على رسقك بس ما تشلهاش وفيه قطة تانية بتحب تتشال لازم تبقي واقفة بيها زي الطفل الصغير هي بتحب كده وفيه قطة بتحب تعيش معاكي في البيت بس من غير ما تقربلها هم اطباع ويعني دي طبيعة ربنا بيخلقهم بيها انت بقى المفروض برضو تحترمي او انت تحترم طبيعة الكائن اللي معاك دا لو الكائن دا ما بيحبش يتشال انت ما تجبروش على انه يتشال لو الكائن دا ما بيحبش حد يلمسه او في طبيعته الخوف شوية ممكن يكون على فكرة شاف اي منظر خوفه يعني خد بالك ان دا كائن ممكن يكون اتعرض لاي موقف لو انت جايبه من بيت تاني اتضرب في البيت دا اتعمل فيه اي حاجة فده يخليه تخوف بطبعه دول كائنات زينا زي البني ادمين في حتة اطباعه فلازم نحترم الحتة دي لازم تحترم اي كائن خي طباعه ايه وايه متطلباته وايه الحاجة اللي بتبسطه وايه الحاجة اللي تريحه عشان تعيشه مع بعض عشان تقدر ان انت تستقنس به زي ما بيقوله وعلى فكرة فيه قطة ممكن طبعها يتغير مع الوقت يعني لما تتطمن من ناحيتك تبتدي بقى خلاص تقرب منك لما تتطمن اكتر من البيت تبتدي تتطمن اه انا هكتفي النهاردة بالمعلومات دي عن القطة ان شاء الله وايه هشوف الاسئلة اللي بتتبعت الشائع عن تربية القطة وحردلكو عليها في فيديو تاني يارب يكون الفيديو دا مفيد للي ناوي يشتري قطة او ناوي يتبنى قطة او مفيد كمان للي لسه جاي بقطة ومش عارف اه يتعامل معها ازاي او يأكلها ايه او يشربها ايه او طبعها ايه احنا كده جاوبنا على اهم سؤالين بخصوص القطة الاكل وطريقة التعامل بالمجمل بوجه عام مرسي قوي للي تابعني لاخر الفيديو ويارب اكون قدمتلكم نصايح مفيدة